وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاستمرار في دراسة تداعيات مختلف الأزمات الدولية على الأداء الاقتصادي لبلورة السيناريوهات المتوقع بهدف التغلب على التحديات والحفاظ على المسار الإيجابي للمؤشرات الاقتصادية والمالية على المستوى الوطني جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده السيد الرئيس مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هلا سعيد لمتابعة تطور المؤشرات الاقتصادية اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور هلا سعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة تطور المؤشرات الاقتصادية وقد استعرضت الدكتور هلا سعيد تطور المؤشرات الاقتصادية على مستوى العالم في ظل تأثرها بالعديد من المتغيرات الدولية الحالية وعلى رأسها تدعيات الأزمة الروسية الأوكرانية ومن قبلها جائحة كورونا موضحة أن مصر نجحت في تحقيق معدل نمو إيجابي مرتفع خلال العام المالي السابق 2021-2022 وذلك بالنظر إلى المصار الآمن والمتوازن للاقتصاد المصري الذي اتبعته الدولة خلال الفترة الماضية والتماسك والصمود الذي أظهره في التعامل مع تلك الظروف والتحديات التي ألقت بظلال سلبية على النمو الاقتصادي العالمي مما أدى إلى طباط النشاط الاقتصادي وزيادة معدلات التضخم على مستوى العالم وكذا لارتفاع القياسي في أسعار الغذاء والطاقة كما تم في هذا الصدد عرض أبرز ملامح دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري فضلاً عن أهم مساهمات قطاعات الأنشطة الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالية خاصة الصناعات التحولية والزراعة والتجارة والأنشطة العقارية والتشهيد والبناء وقد وجه السيد الرئيس بالاستمرار في دراسة تدعيات مختلف الأزمات الدولية على الأداء الاقتصادية محلياً لبلورة السيناريوهات المتوقعة لضمان الحفاظ على المسار الإيجابي والمؤشرات الاقتصادية والمالية على المستوى الوطني وللتغلب على أي تحديات من أجل استدامة النتائج الإيجابية التي تحققت من الإصلاح الاقتصادي وأضاف المتحدث الرسمي أن السيدة وزيرة التخطيط عرضت أيضاً تطور نشاط صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية منذ تأسيسه وحتى الآن وذلك لكونه أحد الأذرع الاستثمارية الرئيسية للدولة وكشريك للقطاع الخاص وذلك في مختلف المجالات الاستثمارية التي تشمل المرافق والبنية الأساسية والسياحة والاستثمار العقاري والخدمات المالية والتحول الرقمي والتعليم والصناعة مشيرة إلى أن كل مليار جنيه يستثمره الصندوق يساهم في جذب استثمارات للاقتصاد المصري بقيمة حوالي 5.4 مليار جنيه وفي هذا الصياق اطلع السيد الرئيس على الخطط المستقبلية لصندوق مصر السيادي خلال عام 2023 لاستقطاب المزيد من الاستثمارات من الصناديق السيادية الأخرى والمستثمرين الإقليميين والدوليين باعتبار أن ذلك يمثل أحد أهم الأهداف التي أنشئ الصندوق من أجلها خاصة في قطاعات المرافق والبنية الأساسية ومحطات تحلية مياه البحر ومشروعات الهايدروجين الأخضر بالإضافة إلى قيام الصندوق بتأسيس صندوق فرعي للطروحات لإدارة وإعادة هيكلة الأصول ذات الإصدارات المتعددة وقد وجه السيد الرئيس بتعزيز جهود ودور صندوق مصر السيادي لجذب الاستثمارات لصالح الاقتصاد الوطني وذلك تحقيقاً لأهداف استراتيجية الدولة التنموية التي تعتبر القطاع الخاص شريكاً أساسياً في مسيرة التنمية وبما يتوافق مع خطة الإصلاح الاقتصادي والقطاعات ذات الأولوية في هذا الإطار ترجمة نانسي قنقر